ننتقل إلى موضوع يخص القرآن الكريم فلا عجب أن يكون رمضان هو شهر القرآن ففيه أنزل به يتقرب الصائمون إلى الله من أجل ختمه يتسابقون ولقراءة القرآن في شهر رمضان طبع خاص وأجر مضاعف فيجتهد المسلمون بتدبر آياته والتأمل في معانيه فيصبح رمضان فرصة للتجديد الروحاني وأيضا التنقية الذاتية واصطنباط المعاني وللحديث عن خصوصية القرآن في هذا الشهر الكريم نصدق معنا الدكتور عبدالله القيسي الباحث في الفكر الإسلامي مساء الخير دكتور عبدالله أهلا بكم جميعا أهلا وسهلا فيك خلينا نبدأ أولا نعرف لماذا دائما يرتبط القرآن الكريم بهذا الشهر الفضيل أكيد الأجر يتضاعف لكن اعطينا أيضا أسباب أخرى نعرف فيها هذه العلاقة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا شهر رمضان كما الآية الذي أنزل فيه القرآن ومعنى نزول القرآن بمعنى ابتداء النزول عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعبت في غار حراء في رمضان فجاء الصيام لتكريم هذا الشهر الذي نزل فيه القرآن فصرنا نصوم شهر رمضان فارتبط رمضان بالقرآن الكريم وخاصة أيضا كما تقول الروايات أن جبرير كان ينزل في كل رمضان يتدارس القرآن مع النبي كاملا فصار رمضان هو شهر القرآن وكأنه شهر نجدد فيه عودتنا إلى القرآن في كل سنة طبعا معنى كلمة نزول القرآن أو أنزل في هذا الشهر هي لها معنى عظيم لأن الوحي الذي انقطع فترة طويلة ابتدأ من هذه اللحظة ليكون الرسالة الخاتمة هذه اللحظة التي نزل في القرآن هي لحظة الهداية لحظة عظيمة تستحق أن نشكر الله عز وجل عليها وأن نحمده عليها ولذلك جاء رمضان حتى اهتمام الناس بليلة القدر هو جزء منهم مرتبط بهذه الليلة التي نزل فيها القرآن ففيها نوع من الشكر لله عز وجل على ما أنزلنا هذا الكتاب الذي هو كتاب هدايا لنا إلى يوم الدين فهي ليلة عظيمة ويوم عظيم وشهر عظيم لأنه ارتبط بالقرآن الكريم والقرآن الكريم ارتبط بالقيم الإيمانية والروحية والأخلاكية للإنسان طيب رأيك أستاذ دكتور عبد الله هل مازال نعرف أن الجمعية تسابق لختم القرآن في رمضان هل مازالت هذه الفكرة موجودة حتى الآن يعني أعتقد في السابق كنا نتساءل كم ختمت مرات في رمضان يعني أقل واحد بيقول لك ختمتين الآن هل ما زالت هذه الفكرة موجودة حسب متابعتك طبعا في أسئلة كثيرة استجدت على الشباب بشكل كبير هذه الأسئلة بدأت من السؤال البسيط إلى السؤال الذي لماذا نحتاج القرآن أصلا صار هذا الأسئلة كلها مطروحة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي اليوم كربت كل الأسئلة التي كانت ممنوعة ممنوعة طرحها أو تفكير فيها وهذه الأسئلة الكثيرة عندما لا يجد الشباب لها إجابة أو هناك هروب من الإجابة عليها يبدأ هناك نوع من التراجع والابتعاد على القرآن الكريم وحتى لو قرأه قد فقدت خصائص أساسية قبل الدخول إلى القراءة هذه الخصائص الأساسية تحتاج أولا إلى قوة إيمان أن هناك إله وأن هذا الإله أرسل رسل وأن هذا الكلام الموجود هو كلام الله إلى هؤلاء الرسل وإلى الناس كافة لهدايتهم هذه العناصر الإيمانية هي التي ستجعله يقبل على هذا الكتاب بدرجة كبيرة وتجعله أيضا يستفيد منه بدرجة كبيرة فإذا لم نبدأ من البداية لمعالجتها وهي ليست فئة قليلة إنما هناك فئات كثيرة يعني بدأت عند هذه الأسئلة وهناك آخرون لا زالوا مؤمنين بالله ولكن لديهم مجموعة من الحواجز أو الخوف أنه يتأمل أو يتدبر في الآيات القرآنية أنه قد أكون رأي خوطة وهذا خليني أسألك دكتور عبد الله ما الذي يميز القرآن الكريم على باقي الكتب السماوية عشان نستوضح ونعرف هذا جزء من السؤال الماضي نعم هو القرآن الكريم من يتأمله سيجد من داخله أنه ليس كتابا عاديا يعني النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمن وفي ضمن المعطيات الموجودة في زمنه لا يمكن أن يأتي بمثل هذا الكلام لا يمكن إطلاقا هناك أشياء غيبية هناك شفرات معينة عن الأقوام السابقين هناك منظومة أخلاقية متماسكة حتى على مستوى اللغة نعم حتى على مستوى العجلز اللغوي يعني من أيام أنا قرأته كتاب جميل جدا وأنا أنصح في كرات اسمه نظم القرآن مؤلف أثيوبي اسمه جوهر داود الكتاب اشتغل على الشغل متعب كأنه رسالة الدكتورة أو شيء من هذا الكبيل بيطلع من داخل النص القرآني التقابلات بين الكلمات وتجانس بين الكلمات عجيب أنا يعني كتب كثيرا في هذا المجال لكن إتكان هذا الرجل وبحثه فعلا عندما تكمل تقرأ هذا الكتاب لا يمكن أن يكون هذا الكتاب إلا من عند الله عز وجل إلا من عند خالق هذا الكون لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهي يقرأ الآيات لا يمكن في تلك اللحظة وهو يتلوها أن يستحضر كل الكلمات الماضية والسابقة بينما هناك تقابلات عجيبة جدا في هذا الكتاب الكتاب أيضا فيه ميزة فيه تصور للكون الغائب الذي لا يستطيع العقل أن يدركه أصلا يعني الإنسان لديه عقل والعقل هذا لحدود كما يقول الفلسفة أنفسهم لا يستطيع أن يتجاوزها وفي نفس الوقت هؤلاء الفلسفة يقولون أن هناك عالم غيبي لم نستطع إدراكه يعني وهذا لها أثر على حياتنا فهذا كون وحي من الله يعطينا هذا التصور لهذا الكون فلو قارنناه مثلا بكتب أخرى ستجد أنه كل الكتب الأديان عندما تصور عالم الغيب أو تصور الإله تصور مجسد إما في صورة عيسى عند المسيحية أو في صورة مثلا عند اليهود على أنه شيخ اليهود كأنه شيء عاقل حارة حقا اليهود صورة الإله كذا بهذه الصورة أو في الصورة البوذية الهندوسية ما فيش إله مطلق الكمال ومطلق الجلال ليس كمثله شيء مثل ما هو موجود في التصور الإسلامي أيضا في المنظومة الأخلاكية منظومة أخلاكية محكمة تجعل الإنسان يعني كلما ابتعد يستطيع أن يعود إليها لماذا؟ لأن هذا النظام الأخلاكي مرتبط عنده إيمانيا وليس مرتبط عنده عقليا بحيث أنه يمكن أن يتجاوزه يعني نحن سمعنا مثلا في الكرن الأخير يعني فلسفات تفلسف للشر على أنه خير وهذا يعني أن العقل الذي يعني تواطى أطوال التاريخ على فطرته على يعني على الخير والشر يمكن أن تضرب هذه الفطرة في يوم ما فيأتي هنا الدين والقرآن الكريم كحامل هذه الفطرة على نظام الخير والشر لأن هذا النظام الخطير لو اختل نظام الخير والشر سيهدد وجود الإنسان ذاته يعني عندما يكون هناك يعني مثل ما يطرح اليوم بعضهم يقول لك لا الخير والشر هو نسبي فقط يعني صحيح هو فيه نسبية لكن هذه النسبية لا تجعلنا نلغيه بحجة نسبية يعني لأنه يعني لو ألغينا بحجة نسبية لن يكون هناك شر أو خير وبالتالي لو أنا مثلا قمت قتلتك أو سجنت إنسان أو اعتديت عليك بأي اعتداء فلا يلومني ولا يحق لأحد أن يحاسبني لماذا لأنه لا يوجد شر نسبي أنا أنتم بتشوفوا شر أنا شفت خير وهكذا فينتهي البشرية وينتهي وجود الإنسان أصلا يعني طيب يعني دكتور عبدالله برضو فكرة يعني هل أنت مع كم عدد المرات التي ستختم فيها القرآن دون تدبر يعني مجرد قراءة أم قراءة واحدة أو حتى ليست قراءة كاملة ليس إتمام وإنما الآن في بعض الإخوة بيتكلموا أنه أنا مش بالضرورة أختم القرآن أنا يكفيني أبدأ أفسر الآيات وأتدبر في المعاني آية آية إلى أن أفهم وأستخلص كل المعاني الموجودة في هذه الآية أنت معي طبعا هذا هو الأساس أن الأساس أن الإنسان يكرأ ولو القليل ويتأمل فيه ويتأمل هذه المعاني برغم أنه في هناك عوائق كثيرة يعني بتحجب الناس عن تأمل البسيط رغم أن القرآن ميسر للذكر هذا هو الأساس أنه الإنسان يكرأ حتى صفحة في الأسبوع لا مشكلة لكن أنا سأطرح فكرة ربما لا تطرح كثيرا وهي القراءة بحد ذاتها عندما يجلس الإنسان ويكرأ بصوت مرتفع وبتلاوة جميلة حتى لو مثلا لم يكف بتدبر كبير مع الآيات يشعر أن في داخله راحة نفسية يعني مختلفة هو كأنه للقرآن نفسه عدت الثمار واحدة من ثماري هذه لكن أن لا يجعل هذا واحدة من ثماري أيضا يعني خليني أستعيد الأستاذة التي كنتها أنه كمان أكبر مقوم لللسان هي قراءة القرآن بهذا الشكل يعني الآن نحن في بلد الغربة بكثير من الآباء بيشعروا بعجز أنه أبناؤهم ما عندهم شل لغة أو لغتهم صعبة كل بساطة نقول له يقوم لقراء قرآن يعني بأي أنا شايف أنه من يتقن قراءة القرآن دائما يكون لغته سليمة صحيح يعني حتى مثلا حتى من الفنانين اليوم اسمع مقطع لأول مرة ينزل لمحمد عبدالوهاب يكرأ القرآن يعني مقطعي الفنان الآخر معهم كثير مشهورين فكان فعلا بيكوم أنا عملت لأولادي مثلا كل جمعة يعني نجلس لأنه أولاد صغر دخلوا هنا اللغة تركية بتضغى أي واللغة العربية حتى حاولت مثلا بحلقات تلفزيونية ما صبتش لكن مع القرآن الكريم بنكرأ ولو نكرأ كمية قليلة ونتوكف عند بعض المعاني لكن فعلا يعني فرقت اثمار القرآن كثيرة جدا واللسان يكون فعلا فصيح بالقرآن الكريم لأنه هو القرآن الكريم يعتبر اليوم المادة الأولى كمرجع للعربية لأنه يعني عدنا إلى لغة العرب فلغة العرب الآن المرجع الأول لها هو القرآن الكريم يعني الذي لازال محفوظا من ذلك الزمان طب إيش هي يعني العوائق التي تحول دون فهمنا لمعاني القرآن في حياتنا أنت قلت في عوائق أنه أمام ما يعني أنه يصبح فعلا القرآن جزء من حياتنا اليومية سأعطي بعض الإشكالات طبعا هو اللغة عندما الإنسان يبتعد عن اللغة الأمة الأصحى أحيانا في القرآن فيه ضمائر كثيرة ولذلك يحتاج الإنسان إلى أن يعود إلى بعض التفاسير ستساعد حتى وإن لم يتوقف عندها لكن هي كل مفسر يمكن أن يفتح له زاوية أحيانا تكون هناك روايات منسوبة إلى النبي نعتبرها روايات ضعيفة تحجب المعنى الواضح في الآية تكون الآية واضحة تماما فيأتي الرواية تشعر أن هذه الرواية قصدها حرف هذا المعنى باتجاه آخر يعني أبرز مثال أنا أطرح باستمرار قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم والرجسة أهل البيت أهل البيت يعني بيتكلم عن نساء النبي السياك واضح و بسيط لا أخلوها أهل البيت فصارت بعض الروايات فعلا بمثابة حاجز عن تأمل وأحيانا نحتاج واحد كما يعرف سبب المزول أو القصة ولذلك هذه الرواية كلها نحاكمها على الوضوح فإذا كانت الآية واضحة لتتجنب الرواية لأن الرواية هي القرآن الكريم وصل إلينا متواترا قطعيا بينما الرواية الظنية فهذه واحدة من المشكلات الموجودة كعوائق أمام فهم القرآن الكريم يعني أحيانا فهم فلسفة القرآن ومكاصدها الرئيسية قد تكون حاجبا ولذلك يحتاج الإنسان قبل أن يكرأ أو وهو يكرأ القرآن أن يحدد الخطوط الرئيسية للقرآن يعني هناك يعني خلينا نقول آيات رئيسية آيات محورية اللي هي بتحدد المقاصد الرئيسية للقرآن الكريم يعني آيات تتحدث أنه هدف الإسلام الرحمة أنه التوحيد الله عز وجل تسكية النفس العدل الحرية حرية الاختيار هذه القيامة الرئيسية بحيث عندما يكرأ آية معينة ويشعر أنه قد تودي خارج هذه المفاهيم لا يقول لنا كيف أفهم هذه الآية في ضوء هذه المعاني الرئيسية ولذلك حدث أحيانا شطط يأتي أحدهم مثلا يقرأ قالوا تعالى فاقتل المشركين حيث وجدتموهم وخلاص وقاتل يشتي قاتل المشركين كله لا في آية مركزية في قضية الكتال بتقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدون نعم خلاص بكية الآيات لا بد ما تفهمها في هذا السياك ولذلك أنا أكترح أنه أساسا إذا كان هناك تأمل للقرآن الكريم فهو يراعي شيئا رئيسيا الشيء الأول هو السياك سياك سواء كان السياك الكريب يعني ينظر للآيات ماذا تتحدث قبلها وماذا يتحدث بعدها علشان أعرف عن ما هو الحديث أساسا أنا ربما أنزعها من هذا السياك وأعطي لها بعدين معنى غير الذي أراده السياك أحيانا سياك الكلمة نفسها في القرآن هذه الكلمة وردت هنا وردت هناك وردت هناك لو جمعتين يعطيني المفهوم بشكل أوضح سياك الموضوع في القرآن أيضا يعني هذا بيتكلم مثلا عن قصة معينة كيف لو جمعت هذه القصة من عدة أماكن في مكان واحد طيب يعني طبعا ما بيوصلش الواحد لهذه المرحلة لو هو أول شيء عنده نية كبيرة أنه يوصل لها ونكون متبحر ولو قليلا خلينا نوجه الكلام للإنسان العادي البسيط اللي حابب يقرأ القرآن ويفهم معاني ما هي أهم الكتب اللي ممكن يرجع لها الشخص في ظل تعدد الرواية بهذا الشكل المقلق صحي مثلا أولا كإطار فلسفي للكرآن الكريم أنا أنصح بكتابين فيه كتاب اسمه التوحيد لإسماعيل الفاروقي إسماعيل مفكر فلسطيني عملاك يعني بيطرح فكرة لا ليس تفسير القرآن أولا بيطرح الخطوط الرئيسية بيطرح فكرة التوحيد كفكرة مركزية في القرآن كيف ننظر بها للحياة كلها لمجال الجمال للفنون للنظام الاقتصادي للنظام الاجتماعي فهذه تعطيه نظارة مكبرة يستطيع الدخول على النص الكتاب الثاني كتاب دستور الأخلاك في القرآن لمحمد عبد الله دراز الأول يعطي النظام المعرفي وهذا يعطي النظام الأخلاكي يعني إذا عرفت الخطوط الرئيسية في النظام الأخلاكي والنظام المعرفي أدخل على النص القرآني ثم الاستعانة بكتب التفسير لا بأس بها هناك تبعا في التفاسير تركز على اللغة مثل كتاب مثلا الزمخشري كتاب تفسير البسيط للواحد كتاب أبو حيان الأندلسي كتاب ابن عاشور هذه أهم أربع كتب تركز على اللغة والبلاذة نعم فيه كتب تركز على الفق يعني مثل مثلا الجصاص مثل القرطبي موسوعة كبيرة القرطبي يركز على الفق والأحكام الفقية فيه كتب موسوعية بشكل عام مثل كتاب الرازي مثل كتاب الماوردي مثل ابن الجوزي هذه التفاسير فيه تفاسير أيضا معاصرة وجميلة ولغتها محكمة تناسب يعني عصرنا فمثلا فيه كتاب جميل هو مختصر وبسيط لمفكر هندي وحيد الدين خان والرجل هذا هو أساسا متبحر في عدة علوم في الفيزياء يعني المدرسة الهندية أساسا هي مهبوبة عندنا في المشرك وإلا فيها فلاسفة ومفكرين كبار فعمل كتاب اسمه تذكرة القرآن جميل يعني للناس العامة أن يكرؤوا وأنا أساسا لتجربة خاصة في كل سنة في رمضان أطلع على تفسير جديد كل سنة يعني من أكثر من 25 سنة يعني أنا يعني كل سنة ما شاء الله دكتور يعني أعطيتنا خيارات كثيرة ومنحت الجمهور يعني أفكار لكتب متعددة يستطيعون يعودون لها وخلينا يعني نختم بهذا السؤال نصائح تقدمها لتفعيل القرآن في هذا الشهر المبارك بحيث يعني نفهم رسائل القرآن في حياتنا لو توجهها للجمهور يعني لابد أن يفهم المسلم أن القرآن الكريم هو الكتاب المركزي للحضارة الإسلامية وللثقافة الإسلامية وللمسلم يعني نحن في التاريخ الإسلامي لم تتكون لنا حضارة إلا حول هذا النص يعني حتى علوم الفلك عندنا تكونت حوله حتى علوم الرياضيات وعلوم الفيزياء كل هؤلاء العلماء كانوا يشتغلوا على علوم اللغة علوم البلغة كلها تكونت حوله فإذا نزعنا هذا الكتاب من حياتنا سنضعف على المستوى الفردي كفرد وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الحضاري فلذلك لا بد أن يعيد حسابات للعودة إلى القرآن بأي طريقة يختارها يمكن أن يجلس أن يتابع أن يقرأ أن يبحث يعني أن لا يجعل مسألة القرآن هي مسألة هامشية في حياته لأنه صحيح نحن الحياة بتجرنا بشكل كبير للاشتغال في العمل علشان لقمة العيش لكن في نفس الوقت الإنسان لا يبحث فقط عن لقمة العيش الإنسان تشغله أسئلة وجودية من أين جئنا إلى ماذا جئنا إلى أين سنذهب وسيجد هذه الإجابة في هذا الكتاب أيضا القرآن سيمثل له المرجع الأخلاكي الأساسي كلما يعني ضعف والإنسان يضعف ويكفي يعني حقيقتنا الراحة الراحة النفسية كما قلت التي تمنحنا فيها قراءة القرآن أو سمع القرآن من قبل مقرئين مجيدين يعني أكثر شيء روحاني ممكن واحد يستمع له القرآن الكريم شكرا جزيلا لك على هذه الإضاحات دكتور عبدالله القيسي الباحث في الفكر الإسلامي وعلى وجودك معنا في هذه الفقرة شكرا شكرا